بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي وبناتي طلاب الصف الاول السنوي اهلا ومرحبا بكم في حلقة قديدة من مدرسة على الهوى احنا اتكلمنا قبل كده عن حضارات القديمة اتكلمنا عن الحضارات المصرية بكل اوجهها حضارة العراق بكل اشكالها واتكلمنا عن حضارة في نقية دايما الحضارة كده يا جماعة بتقسم لقسمين في قسم الحضارة ذاتها لما بنتكلم عن شكلها السياسي ومين مسك ومين تولى واتكونت زي ومين تزاوى في حاجة تانية مهمة جدا اللي هو المظاهر الحضارية اللي تركتها الحضارة دي كل حضارة لها مظاهرة يعني نتكلم في الحال الف Beaut jij فلان تولى فلان تشال الحضارة للفلانية جات مكان الحضارة فعدينية صيدة اصور مش عارف جبيل جا تكلمنا عن اجلد بنتكلم عن مودندات ولكن احنا برضك لازم نتكلم عن الشعب نفسه ووضعه ايه. ولما بنتكلم عن الشعب نفسه بقى بناخده من جميع النواحي. هنتكلم عن النواحي السياسية الشعب دوت وضعه السياسي ايه. وطريط الحكم هنتكلم عن النواحي الاقتصادية ايه هو اهم علامات الاقتصاد. دايما الاقتصاد اهم على مسلس مهم وفي حاجات تانية بتيجي حواليه. زراعة صنعت جارة حاجات تانية بتدخل بعد كده في الموضوع. برضك بنتكلم عن الحياة الفنية الحياة الدينية الحياة الاجتماعية. بس احنا هنا مع حضارة متواصلة مع مصر في كل شيء. عشان كده كل حاجة هنتكلم فينا على جزء التواصل. طب هي ومصر بقى وضعهم ايه مع بعض. عشان كده انا عايزك تاخد بالك من مسألة الربط ما بين الحضارات والحضارة المصرية. احنا من الاول خالص انا قلت لكم احنا محدش عايش مع ما عزل. احنا كلنا مرتبطون ببعض. لو حضارة عايشة لوحدها ومن عزل ما بقتش حضارة هي اختفت وماتت ومعدش لها وجود. مهما العمل ما حدش يارف عنها حاجة. ولكن الحضارة تبقى حضارة بما قدمته للعالم. احنا نتكلم هنا على الحضارة الفنقية مزار الحضارة. هبدأ مع بعض اول حاجة الحياة السياسية. بقول ما ايه. الحياة في المدن الفنقية الشرقية كانت مستقلة من ناحية السياسية. في استقلال. كل منها بيهتم بمصالحه الذاتية المباشرة. التنافس كان سائد ما بينها بشكل جيد جدا. الفنقيين الشرقيون معملوش وحدة سياسية بيفضلوا الامان الاستقرار السياسي. نظام الحكم عندهم كان شبه ديمقراطي. كل مدينة كان لها حكومة خاصة بها. كل مدينة في حكومة مكونة. قبل ما تكلم معا من مكونات خد بالك احنا اسمينها حتتين. حتت الجزء الشرقي من فنقيا وحتت الجزء الغربي من فنقيا. ايه فنقيا دي جزء شرق جزء غربي ايوه. ما هو جزء الشرقي اللي هو ساحل فنقيا الاصل اللي هو منطقة الشام وسوريا. اما الجزء الغربي انا بتكلم هنا يا جماعة عن المستعمرات وبخص بها قرطاجة. قرطاجة دي اللي هتعمل ايه لوحدها شغل في العالم مختلف. وهتبقى يعني ايه اقوى كمان من المدن الفنقية الام. فانا لما بقول الجزء الشرقي او الجانب الشرقي انا بقصد الشريط الساحلي اللي على الساحل الشرقي للبحر المتوسطي. هو دوت المقصود الشرقي. اما لما الجزء باخر بالكلمة بقل طيب. بقولك هنا بقى ايه? اول حاجة في نظام الحكم عندهم عندهم ملك. الحاكم او الملك اللي بيحكم بالوراس. نبصوا مع بعض. الراجل دوت سلطته كده الهاتف سلطته مقيدة. سلطته مش مطلق. مش زي مصر الملك هو كل شيء ده فرعون. لا هنا بقى بيساعدوا في قدرة الحكم من مجلس الشيوخ ودو الهيئة من كبار من المشرعين. مجلس النواب من طبقة النبلاء. الكهنة. قلوا بالكم انا عندي في مصر. لما جينا اتكلمنا. انا كان عندي الفرعون الملك. وبعد كده فيه تحت الهرم بتاعه الهرم القيادي. مستويات مختلفة كتيرة. مستويات مختلفة كتيرة. الهرم الطبقي عندهم في فنقيا ما يستوعبش الفقراء ان هو ممكن يعلو. انا عندي الهرم الطبق المصري يستوعب الفقراء. للطبق الهرم اللي احنا بتكلم ايه. حكومة الادارة. النظام الاداري. يعني انا عندي لو واحد فقر دلوقتي. اهلوا علموا الاراة والكتابة هيترقى بقى كاتب. بقى كاتب ممكن يتلقى في المناصب يوصل لرئيس الادارة مركزية. رئيس الادارة مركزية ده زي وزير. في الوقت الحالي يقول لك رئيس الوزارة المركزية للزراعة او الري او الامن او ايا كان كان. بعد كده من الممكن ان هو يبقى حاكم اقليم يعني انا عندي في مصر في استيعاب انه ممكن تعلى. في نقيا ما بتعلاش. لامة من الحكام لامة من طبقة النبلاء. غير كده لا. طيب الكهنة الكهنة موجودين في كل مكان كل عاصر من العصور القديمة الكهنة اللي هم دول مميزين على طول. على قمة الهارة من الناس دي لاتليها موضع خاص. ودولت لهم ادارة دفة الحكم. طيب. نبص معاني هنا. بقولك عرفت بعض المدن النظام الجمهوري. وخصوصا قرطاجة. اللي اعتمدت على النظام ده من سنشآتها. واستمرت لحد سقطها على يد الرومان. طيب. في قرن السالس الميلادي. انا بقى هنا اتقول بقى في احتلالاتهم. بص بقى معي يا جماعة الترتيب ده. قرن سالس الميلادي. الملك البابيل اللي بخص نص التاني حاول يحتلل الفنقية. فشل. احتل مدن من فنقية. انما المدن الساحلية فشل فيها عشان قوة الاسوار. الاسوار المنيعة. وده يتكلم عنها الاسوار المنيعة دي فوقتها. الاسكندر الاكبر. احتل لها سنة 332. وهشوب خلط الحصار. بعد ثلاثة قرون خضعت المدن الفنقية. بعد ثلاثة قرون بعد ثلاثة قرون بقى عادة فيهم في ايد كل من اتا واحتل الرومان جما اخدوها. ولما اخدوها الرومان فضلوا المسيطرين عليها لحد ما دخل الاسلام 634 ميلادية. لما هيدخل الاسلام سوريا. وتتحول المنطقة دي لمنطقة مختلفة تماما. تعالوا بقى نبصوا اول خلطها عندنا. الخلط ديت الامبراطورية البابلية الحديثة وتوسعها ووصولها الحد في النقية. وصل بالسيطرة انما المدن الساحلية كانت بعيدة شوية. طيب نبص كده عندنا ده المدن الفنقية وحصار الاسكندر زي ان هو كان ما حصلها من جهة البحر من كل عدة لحد ما سيطر عليها. دي هنا يا جماعة اللون اللقدر ده الرومان. شوف الرومان مسيطرين على البحر المتوسط بحيرة رومانية بما فيها فنقية ومصر كمان معاها. وكانوا في فترة من الفترات وقدين العراق ولكن خرجوا. والفرس دخل مكانه. البحر المتوسط بحيرة رومانية. والفنقيين جزء من هذا النظام العالمي في هذا الوقت. طيب في الاسلام لا الوضع مختلف. بصوا جماعة الجيش الاسلامية. الجيش الاسلامية عند جيش ابي عبيدة وجيش يزيد ابن عبي سفيان وجيش شرح بيلي ابن حسنة وجيش عمر ابن العاص. لو في جيش تاني لسه يجيلهم من هنا بقى من جهة العراق. من جهة بلاديات الشام ديت اللي هو الجيش بتا خالد ابن الواليد. اللي هنتصل لانتصالات الكبرى. وكل بلاد الشام هتنضم لي حكم الاسلامي وتقعد بقى لحد النهاردة. خلي بالكم. انا بقولوا حكم الاسلام مش مدرر ان كل الناس هناك تكون مسلمين. لان الاسلام دين بيدعو الى الحريات الدينية. وهنا كان عنده حريات دينية طبعا كبيرة. يقول دا ليه على كده نشوف سوريا ونشوف عندنا لبنان ونشوف فلسطين ونشوف الاماكن دي هتلاقي حريات دينية ومركز عبادة كبيرة جدا هناك. طب ايه هو التواصل السياسي بقى هل كان فيه تواصل سياسي عسكري مع فنقيا في هذه المرحلة ايوه كان فيه تواصل سياسي عسكري كبيرة اقول لك حاجة. بص بعيه المصريين القدماء بحكم موقعها اللي هي ما بينهم ومن بين الحضرات الاخرى كانوا عملوا محملات عسكرية كبيرة جدا على سوريا اللي هي لبنان عشان يسيطروا عليها. عشان تبقى وحدة واحدة وهي خط الدفاع الاول. وانشأوا اقلاع وحصون حربية مصر عبر التاريخ حاملة الدول العربية. والفنقيين اشتركوا مع الملك تحطمس التالت في معلقة مجده يقضع على اهدائه. ده هي الخريطة. قبل ما نشوف الخريطة انا عايز اقولك كلمتين. انا مصر دولة ربنا عز وجل جعلها كلمة مصري يعني قطرة او الدولة المصرية هنا زي ما ذكرت في القرآن وكل كتب السماوية هي قطرة. الدولة المربعة دي او المستطيلة ده وضع مميز اوي. ليه وضع مميز مصر دولة محدودة الحدود. الدروع الطبيعية في الصحاري والكلام ده كله وعندنا الجبال وعندنا البخار. كل ده الدروع طبيعية. ولكن انا اخطر اجزائي. ليها اهمية كبرى طوال تاريخ مصر. منذ العهد الفرعوني. انا عايز اقول لها حد دلوقتي. اللي هي الحدود الشمالية الشرعية. عشان كده طوال التاريخ مصر دايما المسيطرة عن الجزء ده. اه انا عندي عمق جنوبي بهم جدا جدا جدا. لان عايز العمق الجنوبي اللي هو كنا بناخد ده من كل حاجات تلاقي ايه بيقولك ايه النوبة شمال السودان. واكلمك عن المنطقة الجنوبية. وفي التاريخ الحديث لما نجي نتكلم هنتكلم عن نهر النيل والسودان ودوره والكلام ده كله. بعد مهم جدا. عشان كده المكانين دولة في غاية الاهمية. هنا البعد الجنوبي اللي بيوصل للنيل وضرورة حمايته وحرصته واهتمام به. عشان كده الفرعنة دايما كانوا تلاقيهم داخلين في الجزء ده. بيأمن الجناد اللي بيأمن الجنوب. او تلاقيهم تجه للشمال الشرقي ويعمل امبراطوريته ناحيتها. دايما سوريا تحت الحكم المصري. دايما سوريا بيحاول يسيطر عليها. دايما سوريا بنأمن. مش سيطرة احتلال. ولكن نقول عليها نوع من انواع التأمين. ودوت دايما طوال التاريخ كان بيأمن المنطقة العربية. التحالف المصري السوري تاريخيا قوة دائما للمنطقة العربية بالكامل. طيب. نشوف الخريطة بتاعتنا تحط مس الثالث عندنا هوت الراجل ده. الامبراطورية بتاعته هوت وديهوت فيها سوريا. وهي طبعا خد سوريا بالكامل. عندنا هنا يا جماعة ديات الامبراطورية بقى نشوفوا قدر 15 قبل الميلاد. خدنا سوريا قد ايه? جزء منها. نبص بقى عندنا هنا التواصل السياسي العسكري. النفوذ مصري وسوريا ضعف عهد اخناتون. ليه ضعف عهد اخناتون? الراجل يا جماعة تمت دعوته الدينية. ماهتمش ابدا انه هو يوطد الحكم المصري في فنقيا. عشان كده فنقيا خرجت من ايد المصريين او سوريا في الوقت ده خرجت من ايد الحكم المصري بسبب الاهتمام بالنواح الدينية. ماهتمش حتى في مصري ماهتمش اخناتون. او اه من حطب الرابعة. هنبص نلاقي رمسيس التاني بقى لما جاء. لا الراجل عمل توازن مرة تانية. ده ينابي يعمل الامبراطورية المصرية التانية. الامبراطورية المصرية الاولى كانت بعد مجده. مع تحطمس يا جماعة. مع تحطمس الثالث. اما الامبراطورية المصرية التانية كانت مع رمسيس التاني. خصوصا بعد موقع قادش ووصول لحيسيين وانتصاره والمواحدة اللي عملها. هنا الراجل ده هو تسيطر على سوريا كامر واقع عشان خطر يقمن حدوده. خلاص انا في اعداء ليا. وانا مش بحتاج ان انا بقى ايه بعمل ايه اه دولة حاجزة بيني وبينهم او كان حاجز كده. فاخدت سوريا عشان تأمين لها. ده بعد سياسي مصر مهم جدا. وده في الاسرة 19. بقولك بعد المواحدة اللي وقعها الامرسيس التاني مع الحيسيين المدن الفنقية بقت تحت السيطرة المصرية. وصلاة مصر التجارية زادت جدا جدا بينها وبين في نقيا في المرحلة دي. كجزء من مصر. فعشان كده دوت احنا بنشتغل ملاقسينة. بص يا جماعة. في عادة حكمس. سوريا بالكامل. سوريا بالكامل. لا ده احنا دخلنا جنوب الانادول كل دوت املاك مصرية. كل ده املاك مصرية تاريخية. احنا بتتكلم يا جماعة في فترات قادمة عندنا فترات تاريخية تقولة جدا. طيب. دعنا نبص بعد كده الحال الاقتصادية. الحال الاقتصادية بنتكلم دايما في ايه في الزراعة في الصناعة في التجارة. الحضارة الفنقية. فيها زراعة وفيها صناعة او في اتجارة ولكن هي اقرب الى الحضارة البحرية التجارية دايما كده لو انا جيت قلت لك تنتمي حضارة فينقيا الى نوع من الحضارات الزراعية الزراعية الصناعية مثلا الصناعية التجارية الزراعية التجارية التجارية البحرية هنختار ايه هي اقرب الى التجارية البحرية اه في ازرعها في ازرعها بس اه هو الرجل بيزرع المدرجات بتاعت الجبال. في صناعه في صناعه لكن محدودة بيعتمد على الموارد اللي موجودة. انما بحريا اهلا ده بيتاجر الى البحر وبيتاجر والتجارة اهم حاجة. ياخد من هنا وينقل من هنا وسيط حضاري ووسيط تجاري ما حصلش. اكبر وسيط تجاري وحضاري في المنطقة في هذا العصر وفي هذا التاريخ. هي اللي بتنقل الحضارات وبتنقل التجارات. ما بين الحضارات المختلفة القديمة. عشان كده دورهم لا ينسى في التاريخ. الفينقيين هم اعظم تجار تاريخيا في هذه المنطقة. ودايما بيهتمهم بالتجارة بشكل كبير. وهم نكحين حتى هذه اللحظة لما نجي نتكلم اللي هم اهالي هذه المنطقة في مجالات التجارة واسلوب التجارة بشكل كبير كده. دوت ميزة من ميزات. طب تعالين شوف بقى عندنا الزراعة وتربية الحلانية. الفينقيين اتموا عندنا بزراعة الارض المتاحة لهم. واستغلوا كل المساحات اللي ممكن من زراعتها. ما انا قدت لك قبل كده ان انا عندي البيئة جبلية عشان كده اتجه للبحر. طب يعمل ايه? ايه سبب اتجاهه لزراعة المدرجات? لان ما عندوش ارض زراعية فبيزرع مدرجات الجبال. واستطاع تحول صفوح جبال لبنان لمساطب صالحة للزراعة. اتعاملت بقت مساطب صالحة للزراعة. اهتموا بزراعة الحبوب في السهول والاشجار زي النخيل والعنب والزيتون وادخلوا شجر الرمان لشبال افريقيا. رب الابقار رب الماعز اشتغلوا بالصيد. عشان كده هنبص الله. بص لو بصرية الجبال لبنان هلاقي شكلها دايما قريب من كده. المدرجات الزراعية هو بزرع على كل مدرج. يحول المدرج نفسه مسافة ضيقة. وارتكن مثلا 3-4 امتار 5 امتار بالكتير توبص تلاقيه بيزرع فيها. اي جزء فاضي عنده يزرع. اي جزء فاضي عنده يزرع. اي حتة سهلة او سهلية يزرعها. اي حتة بتوصلها المياه يزرعها. مدامة منبسطة وسهلة ويقدر يعابلها. ليه? لانه ما عندهش اراضي ما عندهش هبة هبة وجود الارض زي دجلة والفراط اللي بيساعدهم او الارض الزراعية المنبسطة كبيرة جدا اللي موجودة في منطقة العراق او عنده الارض الكبيرة جدا اللي هي الوادي والدلتة اللي موجودة في مصر. فهو عنده محصور ما بين الجبل والبحر. طب يعمل اضطر يستخدم يا جماعة كل مساحة المتحف اذا ما هو يزرعها. وهو محتاج حبوب ومحتاج ياكل. مش يبدل بقى يعتمد على الاخرين. وده هي ات ميزة من المميزات في نقيات. طيب تعالي نشوف عندنا حاجة تانية الصناعة. الفنقيين يعني تميزوا بشكل كبير جدا في كثير من الصناعة. ومنها صناعة الغزل والنسيج. زي الصوف والحرير والقطنو والكتان. انما الكبيرة اوى عندهم صناعة السياب المزخرفة. لان نستخدم مادة حمراء بتستخدم من القواقع اللي بتعيش البحر. عشان يلون الملابس بتاعته. بص يا جماعة. انا عندي دوت شكل القوقع الماء اللي بيخرج. والقوقع دوت يا جماعة. بصينا اللي كانوا بيطلق عليه اسم فينيكس. وهو كلمة فينيكس دي الشعب الاحمر. لانه هو جاه القوقع ده مسكه. وقم استخرج منه ايه بنقول صبغة حمراء اللون. هذه الصبغة الارجوانية الحمراء بدأ ايه يصبغ بها الملابس. فعمل عندنا نوع من انواع الايه? التميز. انت متميز في هذا العصر. انت عندك ملابس ملونة. بدرجات بقى اللاحمر كلها واخدها. وبيعملها يدفع عليها الوان يطلق على الوان. بدأت يطلق عندنا شعب متميز بحاجة. انت متخلل انك انت تبقى شعب. عندك حاجة مش موجودة في حد في الدنيا. الناس كلها بتحتاجها منك. عشان كده الملابس المزخرفة دي هي كلمة بسيطة وصناعة بسيط. لا يا جماعة مش مصناعة بسيطة. ده تميزت جدا. وصلت لمرحلة ان هي كان بتصدر للعالم المعلوم وقتها كله. وكانت الحرائر وحاجات هو يستورد الحرائر او يستورد اقبشة ويلونها. فطبعا هو كده صناعته التحويلية كانت هيلة جدا في الوقت ده. وده تميز. فهذا العصر بشكل كبير. طيب نبص على الصناعات التانية. ادي عندي الصناعات الزجاجية. هما الناس دي نصح او يا جماعة اخدوا صناعة الزجاج من المصريين. احنا اللي اخترعنا بس هما اللي طوروها. يعني احنا اخترعنا صناعة الزجاج كمصريين. ولكن يطورها الفنقيين هما اللي ميزوها قوي. وخلوها اشكال مختلفة. بشكل كبير وتميز. وتفوقوا كمان على المصريين. ما احنا نقول اللي حصل. احنا تفوقوا شكل كبير جدا على المصريين. في مجال صناعة الزجاج. صناعة الفخار دقيقة ومنسجمة وحسن زوق عالي جدا 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 فيها. الصناعات المعدنية طبعا استخداموا النحاس البرونز الحديد الدهب الفضة. وصنعوا الاسلحة. صنعوا آلات موسيقية. انا عندي هنا جماعة. ده رمز من بعض الاشكال اللي منون عليها الاشكال اللي هم عملوها. اللي هي الصناعات الزجاجية. عندي هنا شكل بيبين الصناعات الفخارية. شايفين الدقة والجمال. دقة متناهية. شايفين بقى هنا عندي جزء دوت اللي هي الصناعات الحلية. حتى هتلاقي في تحت كده ايه. الدلاية اللي عاملها على هيئة صورة احد الآلهة عندهم. تميزوا شكل كبير جدا في الصناعات الحلية والصناعات اختلفة. وده تميز بينقول عليه انفرضت به في نقية. ولو ان كان احنا مثلا مصر لما نجي نكتلم تميز برضك الصناعات الحلية تحديدا كانت متميزة وصناعات الفخار واحنا عملنا حاجات اكتر. ولكن حضارة انت متخاجقة مجموعة مدن. كل واحدة لوحدها. مفيش تحالف. مفيش حد بيقول سفينتها كلها مع بعضها. كل حاكم بيقول سفينة مدينة لوحدها. وعملوا من الحضارة دي. فعلا حضارة تستحق الاحترام. ناخد حاجة تانية بقى في الحالة الاقتصادية ناخد التجارة. تعالي نشوف التجارة دي اهم ملمح من ملاباحة. اول حاجة بقولك هما نهضوا بالتجارة العالمية. مش تجارتهم بس. لأ هما قوموا التجارة العالمية كلها. وده على كده ايه ان هما سيطروا على تجارة العالم البحرية. نشوف مع بعض هنا التجارة المورد الاساسي عدهم. مورد اساسي. واكبر مورد كمان. الموانئ قيمت على رؤوس الداخلية في البحر عشان تأثرهم بطبيعة موقعهم. نتيجة طبيعة موقعهم. ايه هصل عندهم ايه? نوع من انواع ان هو اتجه للبحر. واتجاه للبحر هنا كان بيتاجر. استفادوا من النقل التجاري بين الدول الكبرى القديمة. بقى ينقل بقى ما بين الحضارات. من مصر لبلاد الرافدين لبلاد اليونان وينقل من هنا لهنا ومن هنا لهنا. وبعد ايه قسموا نفسيهم. ما قفلوش بعد بعض يوم ازاي? سكان المدن في نقيات الداخلية اشتغلوا بردية. واحتقلوا القافل التجارية اللي كان بيجيب المنتجات من اسيا وافريقيا للبحر المتقصف. المدن استحلية لقل بحري ونشاط التجاري في البحر. واطلا الموانئ قرطاجة موجودة لحد دلوقتي. هما الناس دي اتوصلت لمرحلة بنقول عليها ايه? الزكاء الاقتصادي. الزكاء الاقتصادي بتاعه دوت انهو عملية. قال لك انا عندي في مجموعة مدن موقعها متقصص جدا ما بين الحضرات. وديت المدن الداخلية. طب انا سيطر على طرق التجارة الداخلية من خلالهم. وده اللي عملوا. بصوا يا جماعة السفن بتاعتهم كانت راحت كل الاغوار. وديت سفن كانت متميزة. ده شكل رسم حديث لشكل سفينة من السفن بتاعتهم. اللي موجودة. اللي في الاصار بتاعتهم عملوا شكل مماثل لها. ودوت شكل يعني ايه? اه توضيحي. عايزين نقول انه الناس ديت اللي على البحر بقى اشتغلوا. كلهم اشتغلوا في التجارة ويشتغلوا في حتة ان هو يوصل للتجارة او يشتغل في البحر في الصيد او خلافة. في التجارة الفنقيين ما اقتصرواش على التصدير. على ان هو يصدر المادة الخام. زي الخشب من جبل لبنان. لأ المعادن بردك. لأ ده هم كمان الاصباغ الارجوانية بتاعتهم المشهورة. وتجروا في يعني في اللي كانوا بيصنعوهم المنسوجات دقيقة واواني ومصنوعاته مواد خام. وما تجروا في كل حاجة. كل مواقع تديهم ايديهم. يعني هو اصنعته هنا مش بيتاجر في الحاجة المادة الخام بس. ما اقطعش الخشب من جبل لبنان وبيعه بس لا ده ما اقطع خشب وبيعه وعمله اشكال. واعمل مفيش مشكل عندي ان انا اعمل زجاج وبيعه واعمل ملابس وبيعه. اعمل كل حاجة. عمل لنفسه منتجات يردها العالم. عمل لنفسه منتجات يردها العالم. عشان كده لما تاجر كان تاجر مهم يا جماعة. تاجر مهم الناس مستنيها. والحضارات مستنيها. عشان الراجل ده مش بيجي بس كده. ده هما كمان انا قلت لك قسموا نفسه النصفين. تبص لتلاقي مثلا الجزء اللي جاي من حضارة العرق. جايبين بضايا العرق. وجايبين بضايا مصر. وهو اللي بيخرج عشان يباعها. يباعها مثلا البلاد اليونان. تبص لقى الحضارة الصور. او يجيب حاجات من اليونان ديها لمصر. او حاجات من مصر خارجين من الصفن بتاعتهم. بقى شو بيطلع البضايا. حاطت القماش الملونة بتاعه. وحاطت الفخار. وجايب الازاز. والناس التجار بتاعهم مشغالين. وقفين في البحر. والصفن بتاعتهم. الناس دي يا جماعة كان بتشتغل بكل دقة. واقفوا بيبيع الحاجة بتاعته للناس. تاجر شاطر. وبيبيع بشكل مميز. معابل التواصل الحضاري نحو قارة اسيا كان عندهم افتجاه اسيا. طريق شبه جزيرة سيناء. عنده طريق ساحة للبحر المتوسط. عنده طريق ساحة للبحر الاحمر. طرق دولة في غاية الاهمية. ودي طرق برية كلها طبعا بيشتغل عليها. من بص عندنا هنا الطرق التجارية. شوف الطرق التجارية حول البحر المتوسط عامل ازا يا جماعة. كل دي طرق التجارية داخل البحر المتوسط. وكأن البحر المتوسط. حتى ازا كان الرومان احتللو فترة من القرارات. فالفينقين سيطروا عليه طجريا فترة طويلة. ودي طبعا طرق التجارة اللي شغالها في كل حتة في تلك المرحلة. وانا توقفوا. تاجر في كل حتة. وكان معبر مهمة جدا. طيب. المثلث الحضاري عندنا الفينقيا في المصر فيها وعندك كاريتها بتدلها بشكل تاني. كان مكون من الضلع الايمن زي ما احنا شايفين جهة الايمين حضارة العراق. ليه بلاد الرافدين. ومن جهة الايصار الايصار اللي هو حضارة مصر الفرعونية. اما القاعدة فكانت شبه الجزيرة العربية. وفي نقيا هي تقريبا منطقة المنتصف في هذا المثلث الحضاري. والمثلث ده خرجت منه الحضارة اللي اشعر بنرها على العالم كله. بص معي بقى القاريتان. على اليمين هنا هو قدو ضلعه. دي بلاد الرافدين. وهذا الضلع التاني مصر. وقادي هي بلاد الحجاز من تحت. وفي نقيا هي رأس المثلثة هي. يعني بلتقي ده. ودوت من تحت. في نقيا هي اللي هنا. خرجت تجارة من مصر. وترجع لها. وترجع لها. وترجع هنا. مثلث حضاري. تخيل بقى هذا المثلث هو اللي اثر في العالم كله. يعني المثلث الحضاري ده. في هذه المرحلة من تلك هو لنقل الحضارة للعالم كله في الوقت المعلوم في الوقت ده. دي ميزة من المميزات يا جماعة نتجد حضارة ناقلة. هي مش معتمد انه هو حضارة بس. لا ده حضارة ناقلة. انا ليه فضل على العالم. الحضارة في نقية جماعة صاحبة فضل على العالم. نخلت الحضارة الحضارات الشرقية زي الحضارة المصرية او الحضارة بتاع البلاد الرافضين حضارة الرقب والاقلتهم الى حضارة اليونان. واليونانيين مدورهم ليهم دور مهم جدا جدا في التاريخ ان هما نعلوا هذه الحضارة وامودينها لاوروبا. البلاد الرومان بعد كده اللي نقلتها كل المدن الاوروبية. طيب تعالي نشوف بقى التواصل للحضاري ما احنا اتفقنا كل حاجة في تواصل حضاري. هل كان في تواصل اقتصادي ايو كان فيه. مصري كانت حريصة انها تفتح اسواق لبيع منتجاتها وتستولد الخشب من فينقيا. واستخدم المصريين طبعا عندنا الخشب ده في مقابر الملوك وفي صناعة السفن. حاجر بليرمو بيقول لنا ان الملك سينفروم اسس الاسرة الرابعة بعد قسطول بحري كبير جدا 40 سفينة عشان يجيب خشب الارز من فينقيا. 40 سفينة راحة جبس خشب. اه احنا بنتكلم على صفر مختلف بس يعني ده دليل انه هو الاهتمام. لا ده اللي اهم من كده الملك نخاو. في القصة 26 المصرية وبنسميه عصر النهضة المصرية. الملك نخاو ابن عبسوناتيك الاول الرجل ده استعان ببحارة فينقيا للدوران حوالي الافريقيا. عشان يكتشف اسواق جديدة. فاصل دين العصر ثم نواصل بعد ذلك. ابناء العزاء اهلا مرة اخرى بيكم دين العصر. احنا كنا بنتكلم عن التواصل الاقتصادي ما بين فينقيا ومصر. طيب. لما احنا دلوقتي نتكلم عن التواصل الاقتصادي ما بين فينقيا ومصر. ايه وضع التواصل ده. اتكلمنا اول حاجة ان هو مصر فتحة اسواق هناك. شفنا ازاي ان احنا بعتنا في عهد الملك. في عهد الملك سنفرو. اربعين سفينة عشان نجيب غشب الارز من هناك ونتاجر فيه. وشفنا ان احنا ازاي ان كان فيه تواصل تجارج جيد جدا. وازاي ان هو حاجة البلير مقالي الكلام ده. وشفنا نخاوز تلعان ازاي بالبحر في نقيين. للداران حوال افريقيا واستمرت الرحلة بتاعتهم تلات سنوات. بص يا جماعة رحلة طويلة وشقة جدا جدا جدا. خرجوا الناس. ايه ده. ماشينا هو قط عندنا. انت واخد برك ان هو خرجوا من البحر الاحمر ومشوا ومفضلهم ماشيين وعملين بيلفوا. لحد ما راجعهم من البحر المتوسط. الرحلة دي استغرقت ثلاث سنوات. ايه ده? ده حاجة جديدة دي ده انا كده بقولك ان اللي اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح الفنقيين. اما الف الف ربماية خمسين دوت كان من اللي اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح. البرتغاليين دول توضعهم ايه? يا جماعة وعيد استخدامه. مش اكتشف. وعيد استخدامه. لان اول ما اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح حقيقا. هو الفنقيين في رحلتهم حوالين افريقيا. بعمل من مالك نخاء وابتنين باسمتيك الاول. في عهد القصة 26 مصرية. وكان الهدف تجاري. رحلة استمرت ثلاث سنوات. بيستكشف اسواق جديدة. وطرق واماكن جديدة. وطرق تجارية جديدة. والبحارة دول هم البحار الفنقيين. نفخر ان اول ما اكتشف الطرق التجارية. واول الكشوف الجغرافية اول ما بدأت. احنا اللي بدأناها. واللي بدأها عندنا هنا الفنقيين. طب ما المصرين وصلوا الاماكن. لما يصلها احد قبليهم. والناس الثانية قالت. ده قالت اللي احنا اكتشفناها. ما علينا. نتكلم الحياة الدينية. ايه وضع الحياة الدينية. تتمثل خصاص الديان الفنقية طبعا. في عبادة الظاهر الطبيعية. وتقدس قوى الخصب النواء. قوى الخصب والنماء ديت. والظاهر الطبيعية. وتصور على هيئة معبودات. فكر مصري راصخ مية في المياه. المصرين كلهم عملوا كده. احنا عندنا في مصر برضك عملنا كده. وعندنا برضك اهتموا من هما ايه. طبعا كان عندهم راحل تعدد. هما وصلوش له مرحلة احنا وصلنا لها. يعني هما معنا كان فيه تعدد وكانت زينا وكان فيه عندنا مرحلة. بنقول عليها مرحلة الايه. بنقول عليها ان هو يبقى للالهة اله رئيسي. ولكن مرحلة بعد كده توحيدة احنا يطلل محدش في النقية وصلنا. اهم المعبودات عندهم المعبود اهل. ودوت صاحب الكلمة الاولى والاخيرة في شؤون البشر الدينية كلها. ولكن هو الاشهر والاهم الاله بعد. وده رب خصبه النماء. بيمثل لي واقرب له اقرب اله من الالهة المصرية الاله بعد هو الاله اوزوريس. وقصته بتقمثل قصة اوزوريس بالزبط. وهنحكي قصته. ولله بعد ده اوقت يعني كان في بلاد سوريا اله مشهور جدا. وذكر ان هو كانوا من الناس دي بتعبوده وبتمسكة بيه بشكل كبير. وذكر في الكتب السماوية. اما الالهة اشتار فكانت اشتار ديت هي زوجة بعد. بيتمثل عندنا ازيس. وتعبدت في مصر على فكرة. زي ما ازيس عملت عندهم. ودي ربط الخصب والنماء. وزوجة بعد. وكانت بتشاركه في كماء اعماله. ومشهورة جدا الملكة اشتار او الالهة اشتار انتشرت ابادتها. اما ادونيس دوت ازون قوة القوة المتجددة في الشمس بعد هزيمة الشتاء. ده وجهت نظره فيه. وازون دوت كان اله مشهور جدا عندهم. وهي دهت الالهة الرئيسية. في اهلها تانية او في اهلها تانية ولكن هي دهت الرئيسية. انا عندي الاله. ايهل او ايهل? عند الاله بعد. عندي الاله اشتار. عندي الاله ادونيس او ازون. هم اربع عليها ومشهورين جدا وكانهم بيهتمون بيهم بشكل كبير جدا. قصة لبص الاقل الصورة عندنا. يعني انا عندي ديت الصورة تحس كده انا رهيبا باضي عاوي. يعني انا عندي ديت اللي هو المفروض دي صورة الاله اهل. وديت انا عندي هنا الصورة ديت هي صورة الاله بعل. زي ما هم معاملينها. عندي هنا يا جماعة ديت صورة الاله ادونيس. وديت صورة الاله اشتار. اه الناس ده ايه كانت لها اهتم جدا جدا بالالهة. والالهة عندها كان لها احترامها. ومداملت الالهة احنا بنا احترامها ببقى لازم اهتم بالمعابد. بس هو ما عملش زي يا جماعة. هو ما اهتمش بالمعابد من بدايته بشكل كبير. لو اهتم بها في النهاية. هي بدأت المعابد عندها حجرة بسيطة ومكان بسيط جدا. ومع مرور الوقت بدأ يتطور بناءه الحد معاصل لمرحلة من الفخامة والاناقة والجمال. لم يصل ايه قبل كده. بالنسبة لهم. مش بالنسبة لنا. يعني هو مهما انا عامل مش هيجي مسلا مش تقليل اليوم ولكن مش هيجي مسلا زي ابخم دار عبادة على وجه الارض اللي هو كان معابد القردق في عزل التاريخ. ومعمول قبليها. هم اهتموا في داخل مدنهم هم. عندما احنا عندنا كانت الدنيا اكتر شوية في مصر. بقولك هتموا بناء المعابد للمعبودات والخاصة بيهم. وبناء المعابد كان في البداية بسيط. منور الزمن تطور لتصبح غاية في الفن والروعة في روعة البناء والجمال في كل شيء. دي صور طبعا معابد قديمة منهارة عندهم. طيب التواصل الديني هل كان فيه تواصل ديني ما بين مصر وفنقيا? ايوة جماعة كان فيه تواصل ديني جيد جدا. الفنقين صوروا الصراع ما بين الخير والشر زي قصة ازيسو ازريس. بعل وعشتار زي ازيسو ازريس بالزبط. ازاي ازيسو ازريسو ست. والقصة بتاعتهم الاسطورة المصرية الجميلة ديت. اللي هي اسطورة ولكن التاريخ كله ذكرها ومهتم بيها. كان عملهم هم اسطورة زيها بالزبط اللي هي اسطورة بعل وعشتار. وازاي ان هم اللي اتنين وتدخل بعل وقوة خصبه النماء وهو اللي عمل كل شيء. وقصته ممثلة تماما لازويس. الفنقين تأصروا افكار المصريين جدا. جدا. في البعث وفي الخلود وفي كده. يعني اديك دليل. وعجبنا ان المقابر الفنقية بيعمل حاجة ما بيعملها شغل المصريين. اللي هو بيضع الطعام والشراب في المقبرة مع الميت. اما بيحنطوش. ولكن بيضع المقبرة في المقبرة نفسها. بيحط ايه بيحط الغذاء والطعام والشراب. علما ان الراجل ده مؤمن بان هناك حياة اخرى. بص تأثير المفقر المصريين ومعتقداتهم. وظهر في عادات الدفن عندهم. بان هو يحط الطعام والشراب على المتوفد. قال ليه على الانتخاب في البعث. والحياة بعد الموت. ودي فكرة خضاءة عن المصريين. دي فكرة مصرية خالصة. هو خضاءة عن المصريين. ديت اسطورة بعلو اشتار. خلتها بتاعتها. اسطورة بتاعتها. وازاي ان هو بعلو اشتار. الالهين اللي كانوا بيحبوهم جدا. وان هما اشهر العليا. طب الحال الاجتماعي بقى. المجتمع في نقطة المجتمع طبقي. تلت طبقات. عليا اللي هي الوزير والنبلاء وكبار الكهنة والتجار والاغنياء. وسطه اصحاب المهن والصناعات والموظفين. الدنيا خدم وعبيد. خلي بالك مفيش انتقال طبقي. يعني مش هتلاقي واحد من الخدم او واحد من العامة دول. ينتقل بسهولة مسلا ان هو يبقى نبيل او وزير او كده. لا. هو المجتمع منتهي. تلت طبقات العليا. الوزير. طبعا خلي بالك الملك ما بتحطش معاهم. الملك ده لي وضعه. انما احنا عاملين عندنا هنا الهرم الطبقي بتاعي. الوزير. ومعانه بلاء. وتحط معهم الكهنة. اصحاب الحرف طبعا والصناعات. بعد كده خدموا عبيد. تلت طبقات فقط هذا الهرم الطبقي. وده ايت هو اللي بيهتم بيها. في اختلاف كبير طبعا عن الهرم الطبق المصري. هرم الطبق المصري متعدد. وكل ما تلاقي الهرم درجاته اكتر يبقى سهر الصعود. الدرجات اقل يبقى المسافات واسعة. الصعود صعب. فانت عندك المكتب المصري كان طبقات كتيرة. وده دليل بيدي سهولة في الصعود. طب تعالي نشوف الحاجة ثقافية. مهمة اوي 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 الحاجة ثقافية دي. الحاجة ثقافية دي اللي خلدت يا جماعة في نقية. اتخلدت بيها. ازاي? نشأت الكتابة واختراع الحروف الهجائية. الحاجة طبعا ان الابتكار الناس دي بتشتغل في التجارة عايز سجل معاملاتي. عايز اكتب اللي بعمله. واللي ببيعه واللي باشتريه في السجلات. فاخترعوا طبعا حروف ابجادية سهلة. اتنين وعشين حرف. باختبسينها من الكتابة المصرية بس اسهل بالنسبة لهم سهلوها. ودي اول ابجادية عرفها العالم في القرن الاربعتاشر قبل الميلاد. وبقت لها لغة الثقافة والحضارة بشت انحاء العالم. نبص يا جباعة هنا دية اللغة الهيروغليفية المصرية. ودية اللغة الفنقية. دي متاخدة من دية ايوة. ولكن عايزين نقول حاجة. بنقول الاغريق خدوا الابجادية الفنقية. وعدلوا فيها. واورصوها للرومان. الرومان نشروها في كل الاقطار والاوروبية. وبعدين خرجت منها الابجادية الحديثة. عشان كده اقتراع الفنقيين للابجادية بتاعتهم ده كان يتخذ من الاكبر في نشر الوعي والثقافة والحضارة في شتى انواع في شتى انحاء العالم بشكل كبير جدا. انا عايز اقولك حاجة. اوعى تفتكر ان الفنقيين الناس دي دولهم كان قليل. لا. بس هو اداني هنا باين دول مصر. وبتواصلهم مع المصريين الناس دي تجار. محتاج يسجل. انا ببيعه وباشتري. وفي ارباح وفي خسائر. وفي فلس رايحة واموال الاخلاء. او منتجات بتتباع ومنتجات بتيجي طبعا. محتاجة اسجل ده كله. انا عقلي مش هيستوعب. فبيسجلها وبيكتبها. قلد المصريين في انو استخدم ايه? لك هستخدم الهوروغليفية المصرية. صعبة. طب نعمل ايه? عامل هوروغليفية خاصة بيه هو. وعمل حروف يجائية. عاملها اتنوه عشان حارف عشان سهل على نفسه. وبدأ يستخدمها ويكتب يبقى هي. اصلا ايه? اللغة الفنقية هنا والحروف اليجائية الابجادية الفنقية متخدم من الابجادية من ايه? من اللغة المصرية القديمة الهوروغليفية. لما جاد اغريق امواخدين اللغة الفنقية دي طوروها شوية. وعمل فيها خطوة شوية التطورات كده عشان تتعدل معها هو. وعمل نفسه لغة بيطلق عليها اللغة الاغريقية او اللغة اليونانية. لما جاد رومان عملوا من اللغة اللاتينية. عمواخدين عشان يعمل اللغة اللاتينية بعمل ايه? امواخد اللغة اليونانية القديمة وطورها المصلحته بردك. ولما طورها المصلحته بردك بصينا tenant. التطور بتاعه خليها لغة متاحة في آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ bracالồل خرجة من الفنقية الفنقية خرجة من المصرية. انا قدر اقول اللغة الفرعونية او اللغة الهيروغرافية هي قصة اللغات. زي ما متكلم عن الحياة الثقافية تواصل للثقافية عايز اقول لك حاجة غريبة اقول. مدينة جوبيل دي تحس كده انها مدينة مصرية تقع في بلاد فنقيا. جوبيل دي مدينة مصرية بتقع في فنقيا. تدخل هناك جوبيل كأنك خارجت من بلاد فنقيا ودخلت مصر. في كل اشكال الحضارة اللي فيها. حتى الجالية المصرية والتجار المصريين اللي اقاموا هناك. حولوا شكل حياتهم كلهم لشكل مصر خالص. ودي ميزة من مميزات التحول والتواصل. وبنقول ده شكل من اشكال التواصل مهمة جدا. لدرجة ان هو بدأهم يستخدم مثلا ان مصر اللي لايه هناك ايه. بدأهم اسماقهم ياخدهم اسماق يكتبها لما يجي واحد مثلا ايه من المثقفين الفنقيين يكتب اسمه او الملوك او كده يكتبها بالهيروغرافية. بدأهم يعملوا من نفسهم طابع خاص بالامارات بتاعتهم والمدن بتاعتهم باشكال مصرية يعني هو بيطبع مصر بالطريقة المصرية. مهي مصر هي ايه قبلة العلم في الوقت ده. واللي يقلدها يبقى انت كده كأنك انت ايه بتقلد الاعظم ما كان في حضارة. ما كل عصر ليه قبلة حضارية. كل عصر ليه قبلة حضارية. ما القبلة الحضارية في العصر اللي احنا بتتكلم عليه دوت هي مصر. عشان كده كانوا بيتجهم ايه القبلة الحضارة في الوقت ده. وانتفتكنا احنا دورنا بيضيع يقولوا وتقدم يقولوا تكنولوجي يقولوا 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 ولكن احنا بنا موجودة. انا ليه يا جزور. ومتواجد. والشجرة الليها اصلي مقطوعش. عشان كده مصر بقصادتها وبعراقتها. عشان كده لازم نفها. هي كانوا قبلة في مرحلة. ولحد دلوقتي بنجد الدول العربية تنزلوا مصر نظرة الاعترام والتقدير لدورها في النقل بقوتها النعمة وقواتها كبيرة وقواتها عسكرية وكل الاشكال القوات. عشان كده الطبقة المصري كان منتشر في فنقيا. بص الصور عندنا ديت يا جماعة. ديت اشكال من مظاهر الحضارة اللي موجودة عندهم هناك. نجي نشوف الحياة الفنية عندنا. الصور اللي فاتت دي صورة فنقيا. صورة جبال. تعالوا بقى نشوف الحياة الفنقيين برعوا بشكل كبير جدا في العمارة وزخرافتها. وخصوصا بقى ايه القلاع. الحصور. الاسوار الفنقية اللي كانت اعظم ما عارف العالم القديم. العالم القديم يا جماعة ما شافش زي القلاع والحصور الفنقية. وهنشوف صور لبعضها دلوقتي. وبرعوا في انهم يعملوا من قصور بشكل كبير جدا وتعسر في مدينة اغاريت على بقايا قصر ضخم. على فكرة القصر بتاع اغاريت اجمل وافضل قصر بني في الف التالي قبل الميلاد. قصر بني في الف التالي قبل الميلاد. في الف التالي كله قبل الميلاد. والبقايا اللي في المدن الفنقية بتضل على التقدم دوته. قدي ايه المهندسين الفنقيين كانوا متميزين جدا في مجال الامارة. انت واغدين بالكم من حاجة. ما كانتش موجودة في مصر. هي ابن قصور. ما انت يقول لي ما انا في مصر كان الفرعون عايش في قصر. ولكن ده هنا اصور حجرية. انا كان عندي في فصل يا جماعة كانت الحجارة ما تستخدمش غير في المقابل والمعابد بس. انا ممكن اعمل الحوائط مثلا اعمل مثلا الاعمدة اللي شايلة البيوت او تعمل حاجة عاملها من الحجر. انما كان كله معمول من الطين اللابن. عشان ما كده ما فيش عندي قصور. تخيل ان انا ما فيش ولا قصر لاي فرعون وصل لحد النهاردة. وما اللي وصل عندي ايه كله واصل عندي مقابر او معابد فقط. وبعدين الناس دي برعت في النهية ايه الفنقيين عاملوا من قصور بشكل كبير. المهندسين بتاعتهم كانوا يستعينوا بالاحجار الضخمة ويطوعها ويزبطها ويعملها. عشان كده الحضارة دية يا جماعة بدونها عليها حضارة مميزة وبشكل كبير جدا في مجال الفن. مصر الصورة اللي عندنا دية دي احدى القلعة بتاعتهم. مصر عاملة ازاي القلعة? هنجد القلعة هنا طريق الدناء الاسوار والحجارة اللي موجودة والدفاق. خدوا بالكم القلعة دية ايه البحر تحت ايه? ده عالية. مش واطي يعني مش هيجي يقف في السفينة ويقرب ويقف عليها ويطلع. لأ دي صعب الصعود اليها. ودية القلعة بتاعتهم كان القلعة مهمة جدا. وعندنا هنا يا جماعة لما نيجي نبص اللي ايه? بص عندنا هنا اللي هو القصر بتاع مدينة اغارية الاصر المهمة جدا اللي كان موجودة عندنا. ودوت واحد من اهم الاصول وده البقايا بتاعته. الفنقيين تميزوا في الفنون بشكل كبير جدا. وكانت الفنون عندهم ظهر عندي النقش والنحت. وده واضح جدا في التوابط اللي عصروا عليها. اللي كانت راقعت النقش بشكل كبير جدا. توابط حجارية جميلة جدا. اتناها هتتظمت وكان لها واضح جميل. وفن صناعة الحلية عشان كده صنعوا العقود والخواتم والاقراط والوساور من الدهب والفضة والاحجار السمينة. كل ده استخدموه وعملوه. وده كان بتدل على تميزهم وعلى قدراتهم العالية في مجال الفن. بصة جماعة. طبعا مجموعة ده بتدل على الفنين بتاعتهم. في تميز بشكل كبير جدا في الفن الفنقي. الفن مميز. مش فن مميز بس لا ده فن كمان عالي وصل لمرحلة عالية جدا من الرقي. وانتقل اتقافة من المصرية. وانتقل اختباسات عن المصريين. وخدهم مننا بعض الاشكال. ويكن هذا لا يمنع ان احنا الفنقيون وصلوا لمرحلة انه هم التميز. انه النهاردة كلمتكم عن حضارة فينقية مظاهر الحضارة. مظاهر الحضارة الفنقية مهمة جدا. دايما تنظر اليها بشكل مقارن مع حضارة العراق وحضارة مصر. اتكلمنا عن التواصل الحضاري المهمة جدا ما بين الحضارتين واول التلات حضارات. وشفنا تحديدا التواصل الحضاري اللي ما بين الحضارة المصرية وما بين الحضارة الفنقية في كل الاشكال. شفنا التواصل في مجال السياسة ازاي ان احنا تواصلوا مع بعض. وكانت دايما هي بوابتنا الشرقية بوابتنا الشمالية الشرقية في نقية بوابت مصر يا جماعة. كان دايما زمان يقولك يسيطر على سوريا اللي ياخد سوريا او يسيطر عليها استطيع اللي هو تهديد مصر. الا ان مصر دايما كانت هي اللي بتأمن سوريا وهي دايما اللي بتقض بوار سوريا. مصر وقفت بوار جرانها تاريخيا مصر حدودها دائما بنهتم بتعملها. عشان كده الحضارة الفنقية بقولك يا حضارة في غاية الاهمية. ابناء العزاء طلاب الصف الاول السلوي. تحدثنا النهاردة عن حضارة الفنقية ومظاهر الحضارة. كان معكم استاذ هاني عنطر الصابر كبير معلمة ممادة بمصدر التربية والتعليم. مع تحياتي في الحلقة القادمة ان شاء الله. شكرا و الى اللقاء.